موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 5 اليونت السابع الدرس الخامس أنوان الدرس holiday weather طقس العطلة موجودة صفحة 98 من كتاب الطالب صفحة 99 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمه الاستاد طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الاتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الاستاد طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف صفحة 98 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة holiday weather طقس العطلة look listen and say انظر استمع وقل هنا انا عندي نشاط عبارة عن قصة قصيرة يطلب منها انظر للصور المتعلقة بالقصة استمع للمقطع الصوتي واردد ويا المقطع الصوتي احاول اقرأ النص مع المقطع الصوتي اذا ما نجحت بالمحاولة الاولى اقدر اعيد المقطع الصوتي واحاول اقرويها قبل كان يقول لي لا listen and read استمع وقرأ ان انا يقول لي listen and say استمع واردد اما تردد بعد المقطع الصوتي او تحاول تقرأ اياه انا متأكد ان لفظك صحيح او خاطئ لهذه الكلمات اذا راح نستمع للمقطع الصوتي نتعرف على القصة نحاول نقرأ اياها وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا الناس نستمع للمقطع الصوتي واشي تعقون So وشايد وشايد 2 2 I learnt to row a boat, but the weather was cool and rainy. 3 We didn't take any photos because it was windy. 4 I rode on a camel with my dad, but it was too windy. 5 We went shopping in a famous market and I bought lots of souvenirs. 6 We flew back home, but it was cloudy and I didn't see much. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 28 28 29 29 30 30 30 32 33 36 35 37 37 39 39 39 40 41 48 40 40 47 49 59 52 52 53 51 57 51 54 54 52 54 54 طرنا عائدين الى البيت لكن الطقس كان مغائن ولم ارى الكثير من خلال نافذة الطائرة بعد ما استمعنا للنص وقرناه وعرفنا مفرداته هنا انا شي يقول لي يقول لي cover the pictures غط الصور قل شيئان فعملتهم نور او اخوها في اطلتهم هنا الاستاذ يطلب من التلاميذ ان يغطون او يزدون الكتب ويطلب من التلاميذ ان ينطون شيئين عملتها نور او اخوها في هذه النزهة او هذه السفرة في اطلتهم مثلا التلميذ يقول she rode a camel هي ركبت على الجمل او يقول they didn't take any photos لم يلتقطوا الكثير من الصور او يقول they went shopping ذهبوا الى التسوق نحن نلاحظ انه ما نقول we went shopping نحن ذهبنا الى التسوق التلميذ يقول they هم لا يتحدث عن العائلة لا يتحدث عن نفسه لذلك نقول they went shopping ذهبوا الى التسوق او she she rode a camel هي التي ركبت الجمل وهكذا اذا يذكر شيئين عملتهم نور اثناء رحلتها الى مصر في هذه السفرة في الاطلة بعد ما نظرنا استمعنا للمقطع الصوتي قرأنا الناس واضحنا مفرداته وعرفنا الاشياء اللي عملتها نور وقلناها وعرفنا شون الاستاذي سنى وجوابناه ننتقل للنشاط الاخر من طينة للصور صورة لهذا الجليد الجبل الجليدي weather is cold and snowy التقص فيه بارد ومثلج الصورة الثانية لهذا القارب فيه النهر او الاهوار weather is cool and mild التقص فيه معتدل البرودة وخفيف اما الصورة الثالثة فصورة العائلة الذاهبين فيه نزهة مكتوب weather is hot and humid التقص حار ورطب بعدها يقول لي in which picture can you see في اي الصور الثلاثة هذه الصور الثلاثة يمكنك رؤية boat قارب fishing road سنارة صيد birds طيور ومارش هور فيها الصور ماذا لنست للصور فالستاذ هنا انا يسأل موت تلميذي جاوه يقول لي picture number two هذه الصورة الثانية هذا القارب وهذه هي الطيور وهذا هو الهور اللي هي من الاهوار وهذه سنارة الصيد زيان يسأل السؤال الثاني الاستاذ يقول in which picture can you see snow, coats, mountain, snowman في اي صورة يمكنك ان تجد جليد معطف او كوتات جبل وسنومن الرجل الجليد التلميذي جاوب يقول picture number one الصورة الاولى بعد الاستاذ يسأل مرة اخرى in which picture can you see beach, umbrella, sand, picnic في اي صورة يمكنك رؤية beach, شاطئ, umbrella, مظلة, sand, rumble, picnic في الصورة الثالثة في التلميذي يقول picture number three هذا النشاط الاول بعدها يقول لي read and match to the pictures اقرأ اقرأ هذه النصوص الثلاثة وطابقها مع الصور نجي نقرأ النص ونشوف هذا النص يناسب يا صورة من التلصور last summer في الصيف الماضي we went to visit our grandparents ذهبنا لزيارة اجدادنا in basra في البصرة it was hot and humid كان الطقص حار ورطب we went to the beach ذهبنا الى الشاطئ we sat under an umbrella جلسنا تحت مظلة and had a picnic وحظينا بنزهة it was great كانت عظيمة فالستاذ ان اختار تلميذي يقرأ الناس ويختار تلميذ اخر يقول لي بها صورة الصورة الثالثة هي الصورة المقصودة بهذا النص يقول picture number three النص الثاني last spring في الربيع الفائت we went to the marshes ذهبنا الى الاهوار in the south of Iraq في جنوب العراق the weather was cool and mild كان الطقص معتدل البرودة وخفيف we went on a boat ذهبنا في القارب and saw lots of birds and fish ورعين الكثير من الاسماك والطيور it was a beautiful place وكان مكان جميل جدا in which picture بيا صورة اكيد الصورة الثانية picture number two اما النص الثالث for our mid year holiday في اطلت نصف السنة we went to the mountains ذهبنا الى الجبال in the north of Iraq في شمال العراق it was very cold and snowy كان الطقص جدا مثلج وبارد we made snowman صنعنا رجل الجليد it was fun وكان الامر ممتعا in which picture يا صورة اكيد الصورة الاولى هذا ما يخص لن النشاطين ذنبنا انشطة صفية لحد الان لحد الان كل الانشطة اللي لاقتنا انشطة صفية ما بيها شي مهم يجب بالامتحان التحريره والامتحان الشفوي ننتقل النشاط الاخر choose a holiday اختر عطلة talk about it with your partner تحدث عنها مع زميلك شنه يقصد انه اختار عطلة يقصد انه تختار عطلة نهاية السنة لو نصف السنة لو عطلة نهاية الأسبوع الى آخره تختار عطلة وبعدها يقول لك اتحدث عن هذه العطلة مع زميلك ماذا سويت بها وين ذهبت مع عائلتك الى مكان معين الى آخره فمثلا التلميذ الاول يقول where did you go for your holiday الى اين ذهبت في عطلتك التلميذ الاول يصدر التلميذ الثاني عبارة عن نشاط محادثة فالتلميذ الثاني اختار عطلة ويقول مثلا اختار عطلة نصف سنة يقول we went to Babylon ذهبنا الى بابل in the mid year holiday في عطلة نصف سنة او in the summer holiday او في العطلة الصيفية او in the weekend في عطلة نهاية الأسبوع الى آخره فهنا هنا تسئل لسؤال الثاني what was the weather like كيف كان الطقس او كيف كان الجو فهنا هنا يقول مثلا it was cold and snowy كان بارد ومثليج it was hot and humid كان حار ورطب الى آخره حسب خصائص الطقس اللي اخذناها بدروس السابقة بعد هذا مجرد محادثة بين تلميذ الاثنين تلميذ يسأل وتلميذ آخر اختار عطلة معينة ومكان معين وطقس معين يجاوب على الأسئلة مع التلميذ الأول حسب الشيء اللي اختاره بعدها ننتقل الى كتاب النشاط read genna's notebook اقرأ المفكرة الخاصة بجنة answer the questions ثم اجب على الأسئلة المتعلقة بها بأسفل التمرين اذا رح نقرأ النص نوضح مفرداته ننتبه على المعلومات اللي بيه لان بعدها رح نحل الأسئلة المتعلقة بيه وهذه الأسئلة من الممكن الأستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي فهنا نقرأ النص this is my notebook هذه هي مفكرتي او دفتر الملاحظات الخاص بيه about my holiday عن العطلة in اربيل في اربيل اطلتها في اربيل it was amazing كانت مذهلة here are my favorite things i did ها هي الأشياء الجميلة التي عملتها او فعلتها هناك the mountains were wonderful كانت الجبال رائعة it was cold and snowy وكان الطقس بارد ومثلج we played in the snow and made a snowman لعبنا بالثلج او بالجريد وصنعنا رجل الجريد انتبهنا ان هي رسمة الجبال وكذلك رسمة الرجل الجريد اللي عملته it was fun كان الامر ممتعا i am going to see my grandparents سوف ارى جدايا and friends tomorrow واصدقائي يوم غد i am going to give them the presents سوف اعطيهم الهدايا i bought التي اشتريتها i hope everyone likes their presents اأمل ان يحب الجميع هداياهم i bought postcards for the bichal waterfall واشتريت طوابع لشلالات بخال في الشمال for my best friend rahef لصديقتي المفضلة rahef because she likes to put pictures on her bedroom wall لانها تحب ان تضع الصور في حائط غرفتها اللحظة لنا ان هي وضع الصور اللي اشترتها لصديقتها rahef i bought my grandfather a mug because he loves to drink tea اشتريت كوب كبير لجدي لانه يحب شرب الشاي i bought some slippers for my grandmother because she has cold feet اشتريت بعض الشفاشة لجدتي لان قدمها عادة ما تكون باردة ننتبه لهذه المعلومات لان بعد قليل راح يسنن بيها i bought some pencils اشتريت بعض اقلام الرصاص for my school friends لاصديقائي في المدرسة there are pictures of arbyl هناك صور لاربيل on the pencils في هذه الاقلام and every pencil is a different color وكل قلم فيه لون مختلف هذا ما يخص هذا الناس قرأناه ووضحنا مفرداته عرفنا المعلومات اللي بيه ننتقل الى الاسئلة متعلقة بيه هناك الاستاذ راح يسر يقول write two favorite things جنة did on her holiday اكتب شيئان مفضلان لجنة عملتها في اطلتها في اربيل فهنان شن اللي عملتها جنة شيئا مفضلات عملتها جنة في اطلتها في اربيل ذكرت جنة انه الاشياء المفضلة الها مثلا هي صنعة رجل الجديد وكذلك كانت تحب من الاشياء المفضلة الها هو الماوتن الجبل made a snowman صنعة رجل الجديد with a mountain الجبل يعني زيارتها للجبل بعد number two when is she going to see her friends متى سوف ترى اصدقائها ذكرنا بالنص انه جنة سوف ترى اصدقائها يوم غد فقول she is going to see her friends tomorrow او فقط اكتب tomorrow she is going to see her friends tomorrow هي سوف ترى اصدقائها يوم غد اصدقائها وكذلك جداها سوف تراهم في يوم الغد عن متنطيهم الهدايا اللي اشترتها لهم من ابيل number three who puts picture on her bedroom wall من الذي يضع الصور على جدار غرفته يا هي من الشخصيات اللي ذكرناها بالنص توضع الصور على جدار غرفتها ذكرنا انه هي صديقتها المفضلة رهب هي التي تضع الصور على جدار غرفتها لذلك هي اشترت لها postcard فاقول her friend رهب صديقتها رهب number four whose favorite drink is tea من الذي شرابه المفضل الشاي يا هي من الشخصيات اللي اخذناها قبل دقيقة بمفكرة او دفتر ملاحظات جنة الشخصية اللي تحب الشاي ذكرنا انه جدها هو الذي يحب الشاي لذلك اشترت له mug كوب كبير فاقول her grandfather جدها who has cold feet من الذي قدماه باردة ذكرنا بالقطعة انه اللي قدماه باردة هي جدتها لذلك اشترت لها slippers شباشف فاقول her grandmother ودت جنة buy for her school friends ما الذي اشترته جنة لاصدقائها في المدرسة ذكرنا انه اشترت pencils اقلام اللي كل قلم لون شكل وعليه صورة اربيل فاقول some pencils بعض الاقلام هذا ما يخص هذا النشاط قرأنا القطعة المتعلقة ب دفتر ملاحظات جنة ورحلتها في اربيل وجاوبنا على رسل المتعلقة بها من خلال قراءتنا للناس بعدها تمرين بي draw pictures and write your own notebook about ارسم الصور واكتب في دفتر ملاحظات الخاص بك عن هذه الصور مثل دفتر ملاحظات اللي مسويته جنة عن رحلتها لأربيل يقول له كذلك انت هم سوي دفتر ملاحظات ارسم بهذه المربعات الصور اللي تتحدث عنها خلال رحلتك او في مكان ذهبت اليه مثلا this is my notebook هذا دفتر ملاحظات الخاص بي about my فراغ عن شنو عن اكيد اطلة فهنا منطني ثلاث اختيارات اما holiday اطلة او weekend اطلة نهاية اسبوع او trip رحلة فمثلا نقول about my holiday عن عطلتي i went ذهبت to الى المن ذهبت التلميذ مخير ان يكتب المكان اللي يريده مثلا نقول سامراء ذهبت الى سامراء بعدها ارسم صورة متعلقة بسامراء والتقن الملوية it was great كانت عظيمة او it was amazing كانت مذهلة اي صفة اوضعها صفة صحيحة here are my favorite things i did ها هي الاشياء المفضلة اللدي التي عملتها the for I was aware wonderful انت عن شنو تتحدث بسامرة اذا شيء مفرد اقول was اذا شيء جمع اقول where مثلا اتحدث عن الملوية اقول the ملوية was wonderful الملوية منارة الملوية كانت رائعة i went with my for I ذهبت مع فراغ مثلا التلميذ مخير ان يقول friends اصدقائي family عائلتي الاخرين مثلا كتبت family we فراغ and فراغ نعنا يكتب الاشياء اللي عملها في سامرة مثلا نقول we climbed up it تسلقناها تسلقنا الملوية and بعد مثلا about seven years واشترينا الكثير من الهداية التذكارية اوضع صورة للهداية التذكارية او مجرد ارسمها i ate اكلته شن اللي اكلته هناك مثلا اقول fish and rice اكلته رز وسمك i bought اشتريته يكتب هناك هدية التذكارية اشتراها لشخص معين مثلا اقول keering اشتريته مدالة انفاتيح المن اشتريتها مثلا اقول for my father لعبي ارسم صورة الهداية التذكارية اللي هي الكيرنج في هذا المكان بعد ما كملت it was great fun كانت ممتعة صارت هذه دفتر ملاحظات مثل ما سوتها جنة كتبت برحلة من رحلاتي اختارت مكان وضحت الهداية التذكارية اللي اشتريتها الاشياء اللي عملتها هناك وكذلك رسمت الصور مثل ما عملت جنة في دفتر ملاحظات خاصتها هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي مجرد درد التلميذ على عمل جمل مفيدة من خلال هذا النشاط هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بقصة قصيرة نظرنا للصور استمعنا المقطع الصوتي ورددنا بعده هذه القصة افتهمنا مفرداتها وبعدها اعرفنا ان الأستاذ راح يسألنا شيئا عن اللي عملتهم نور في القصة القصيرة شون الجاوبة وبعدها انتقلنا الى نشاط اللي هو ثلاث صور اوصلهم بالكلمات المتعلقات بيهن بأسفلهم كذلك قرأت ثلاث نصوص كل ناس اوصله بالصور المناسبة الى من خلال المعلومات اللي بداخله كذلك كتاب النشاط اخذنا قطعة وحلينا الاسئلة المتعلقة بيها من خلال قراءتنا وفهمنا القطعة وعملنا قطعة على شكل دفتر ملاحظات مثل عملت الجنة بدفتر ملاحظات الخاص بيها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون مع الحسابات الموجودة معكم على الشاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة